سجلت السلطات الصحية في الهند إصابات بفايروس نيبا بولاية كيرالة مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة أخرين بالإضافة إلى وضع عدد آخر بالحجر الصحي فيروس نيبا تصنف منظمة الصحة العالمية كواحد من عشرة أمراض معدية تشكل خطرا على الصحة العامة في العالم مع عدم وجود علاج له حتى الآن مما يعد تفشيه خطرا على العالم أجمع الهند التي لا تزال تعاني ويلات كورونا استفاقت على فيروس جديد أخطر وأشد فتكا السلطات الصحية في الهند سجلت تفشيا لفيروس نيباه الخطير والذي حددته منظمة الصحة العالمية كواحد من عشرة أمراض معدية قالت إنها تشكل خطرا على الصحة العامة مع التشديد على أنه لا توجد حتى الآن أي مشروعات بحثية من قبل شركات الأدوية لإيجاد علاج من عدوى الفيروس الإصابة بفيروس نيباه تصاحبه أعراض الحمى والصداع والألم العضلي والقيء والتهاب الحلق وقد يتبع ذلك دوار ونعاس وتغير في الوعي وتشوش ذهني وعلامات عصبية تشير إلى التهاب الدماغ الحاد ومن الممكن أن يعاني بعض المصابين بفيروس نيباه بعض أنواع الالتهاب الرئوي ومشاكل تنفسية حد بينما تم رصد أعراض المرض لدى شخصين آخرين بولاية كيرالة على السحل الجنوبي لشبه الجزيرة الهندية وقامت حكومة نيودلهي بشكل عاجل بإرسال فريق للخبراء من المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمساعدة الأطباء المحليين كما تم وضع الأشخاص المخالطين للمرضى في الحجر الصحية بصورة عاجلة هذا التفشي لفيروس نيباه ليس الأول في ولاية كيرالة الهندية حيث سبق أن تم رصده هناك في مايو عام 2018 وحذر علماء من أن فيروس نيباه الذي تم رصده لأول مرة في ماليزيا عام 1999 وتحمله خفافيش الفاكهة قد يؤدي إلى جائحة جديدة تضرب العالم بشكل خطير